الكل بلا استثناء لا حديث يعلق في هذا التوقيت على حديث مباراة الأهل والنجم الساحلي في البطولة الإفريقية مباراة هامة جدا مباراة بسلسة نقاط تضعق في صدارة المجموعة بشكل مؤقت لحين انتظار نتائج أو نتيجة مباراة بلاتينيوم زنبابوي مع الهلال السوداني وأيضا كمان انتظار الجولة السادسة والأخيرة جولة الحسم بعد أسبوع من مباراة الأهل والنجم الساحلي لذلك هذه المباراة والعدة التنازلي لهذه المباراة بدأ بشكل فعلي باستعداد الجهاز الفني النهاردة بعد استيناف التدريبات استعدادا لهذه المباراة الهمة جدا هناك بالتأكيد جلسات هناك بالتأكيد اجتماعات هناك تحضير جيد جدا لهذه المباراة قدر الإمكان الجهاز الفني بيحاول يصل إلى أعلى معدل بدني وفني وتركيز كامل جدا لهذه المباراة من أجل الفوز بالثلاث نقاط من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي من أجل الاستمرار والمواصلة المشوار في البطولة الإفريقية اللي بالتأكيد الكل بلا استثناء بيسعى قدر الإمكان لتحقيق أقصى الطموح والوصول للمباراة النهائية ولما لا بإذن الله نلعب على الكأس والأميرة الإفريقية من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي في كل مكان بالطبع هناك استعداد فني لهذه المباراة جاز الفني من خلال تحضير لعدد من اللغطات الهايلايتس لفريق النجم الساحلي خلال اليومين القادمين بالتأكيد الجهاز الفني هيتعامل بشكل معين في التدريب من أجل التركيز بشكل قوي في مباراة النجم الساحلي التركيز أيضا على بعض النواحي الخططية والفنية غلق التدريب في بعض الأحيان من أجل تنفيذ بعض التكتيك وتحضير عدد من اللعبين تحديدا اللعبين اللي بالتأكيد هيكون لهم تأثير كبير جدا سواء اللعب الخبرة أو اللعبين اللي بيوظفهم ريني فيلر في بعض المباريات بشكل مميز إن شاء الله بإذن الله الكل هيكون لي دور كبير جدا في هذه المباراة طبعا في الساعات الأخيرة الكل كان بيتحدث حول صفقة وليد أزارو وإمكانية أعارته إلى نادي الاتفاق السعودي النهاردة النادي الأهلي أعلن من خلال أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي انتقال وليد أزارو اللعب المغربي ومهاجم النادي الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي لمدة ست شهور حتى نهاية الموسد بالتأكيد هناك أقويل كثيرة وتصرحات كثيرة وكلام كثير جدا في المواقع الرضية لكن في النهاية نحن نتعامل مع المعلومة الرسمية التي صدرت من خلال المنبر الإعلامي للنادي الأهلي في المركز المواقع الرسمي أن وليد انتقل رسميا إلى نادي الاتفاق السعودي على سبيل الأعارة لمدة ست شهور بعض الأمور التعاقدية أو الأرقام المالية بالتأكيد هناك اتفاق بين اللاعب والنادي وهذه الأمور بتكون في الشأن الداخلي داخل النادي الأهلي فبالتالي أي أرقام أي معلومات ممكن بتتناصر وبتختلف فالأعراء والمعلومات ما بين موقع وآخر تعلمون جيدا أن نادي الأهلي طالما لم يعلن بشكل رسمي أي من هذه الأرقام أو أي من هذه المعلومات إذن المعلومة ليست صحيحة إلا أن نتأكد منها في الفترة الجاية لكن بشكل عام وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي ست شهور على سبيل الأعارة الشيء اللفت للنظر بخصوص وليد أزارو كمان والحالة الطيبة اللي ظهرت كمان من اللاعبين في وداع اللاعب المغربي اللي انتقل خلاص رسميا إلى الاتفاق السعودي واللعب في الدور السعودي حالة تعامل اللاعب النادي الأهلي مع مهاجم الفريق اللي كان بالتأكيد موجود خلال آخر موسمين في النادي الأهلي ساهم في إحدى المواسم بإحرازه لقب هداف الدوري في النادي الأهلي وجوده في البطولة الإفريقية ولا ننسى كمان أن أول انطلاق لوليد أزارو في البطولة الإفريقية مباراة النجم السحلي اللي ان شاء الله بإذن الله هتتكرر هذه المباراة يوم الأحد القادم في البطولة الإفريقية لذلك النهاردة أحمد فتحي على تويتر وليد سليمان أيضا على تويتر وبعض اللاعبين جيرالدو علي معلول حسام عشور على الإستجرام الكل بلا استثناء كان بيوجه رسالة واضحة ورامي ربيع أيضا مدافع للفريق سعد سمير كل في النهاية بيوصل رسالة واضحة إلى وليد أزارو اكتهت كنت بالتأكيد أبرز اللاعبين في صفوف النادي الأهلي بننتظر ان شاء الله الفترة الجاية تأدي في شكل قوي في الدور السعودي وهنا فيه دلالات مهمة جدا أن حتى دول اللاعبين وقامكم هم على الشاشة كلام وليد سليمان على تويتر بالنسبة لي وليد أزارو وكلام حسام عشور على الإستجرام كلام جيرالدو كلام أحمد فتح هو على تويتر الكل رايح في نفس الاتجاه اللي احنا بنتعامل فيه داخل النادي الأهلي العلاقة الطيبة وعلاقة الأسرة الوحدة والعائلة الوحدة ده العلاقة السائدة دايما داخل النادي الأهلي في الصورة وليد أزارو مع كل اللاعبين أو معظم اللاعبين في هذه الصورة دي الحالة اللي موجودة داخل النادي الأهلي أي لاعب ممكن في بعض الأحيان بيصادفه سوء حظ في بعض المباريات لكن في النهاية بتحاول قدر إن كانت تحافظ على العلاقات الطيبة بين اللاعبين وفي نفس الوقت بتحاول تحافظ على تعقداتك وعلاقاتك بشكل مباشر مع اللاعبين علاقة طيبة وعلاقة جيدة ما بين إدارة النادي الأهلي مع الأجهزة الفنية مع اللاعبين الكل في النهاية بيعمل في إطار خدمة كياني النادي الأهلي الصورة الجميلة اللي لازم بالتأكيد الكل يكون عارفها عن النادي الأهلي من خلال هذه اللقاطات الطيبة احنا تكلمنا على المستوى الإدارة الإدارة بتقعد وبتشوف الحلول المناسبة لمصلحة اللاعب ولمصلحة النادي الجهاز الفني بيشوف أفضل حلول الفنية بالنسبة له في المرحلة الجاية ولو فيه ظروف معينة فنيا مش محتاجها دلوقتي إزاي نحاول نحافظ على إمكانيات وقدرات هذا اللاعب الكبير اللي بالتأكيد كان ليه فترة طيبة جدا مع النادي الأهلي فترات سابقة وأسعد فيها جماهير النادي الأهلي فبالتالي كل واحد بيشتغل في برحلته جهاز الفني بممكن يدي الفرصة اللاعب يطلع فترة أعارى